اشتركوا في القناة ورمزه ESPVR رسمته بهذا الشكل وقلت أن هذه هي العلاقة بين الضغط والحجم عند نهاية الانقباض وما أريد توضيحه أكثر هو الحجم المتزايد فكلما اتجهت بهذا الخط الأصفر نحو الأعلى يزيد الحجم وقد تكون الطريقة التي رسمت بها سابقاً الزيادة في الحجم مضللة بعض الشيء فمثلاً كنت أرسم البطين الأيسر هكذا حيث يدخل الدم إلى البطين الأيسر ويملأ القلب بالمزيد من الدم هذه الصورة التي رسمتها سابقاً تعطيكم معلومتين الأولى أن عملية الملء جارية وهذا صحيح أما الثانية فهي أن الحجم يبدو ثابتاً وهو ما أريد توضيحه فحجم البطين الأيسر يبدو ثابتاً وكأنكم تملؤون كوب ماء أما الطريقة الصحيحة حقاً للتفكير في امتلاء البطين الأيسر فهي بالصورة التالية التي يوضحها الرسم حيث يكون حجم البطين الأيسر صغيراً وبمرور الوقت يمتلئ بالدم ويزداد حجمه ثم يمتلئ هكذا في نهاية المطاف تلك هي الوسيلة الأكثر دقة لتوضيح ما يحدث في البطين الأيسر وبالطبع فأن هذه الأجزاء الثلاثة تصور البطين الأيسر في لحظات مختلفة من الوقت بناء على الصورة الجديدة عن الملء فقد أصبح لديكم فكرة بأن القلب يمتلئ بالدم لكنها تظهر لكم أن الحجم يتغير في البطين الأيسر وهذا صحيح لعل البالون يصلح أن يكون مثالاً على ذلك وكيف يزداد حجمه كلما امتلأ أكثر بالتالي فإن البطين الأيسر لا يشبه الكوب بل يشبه البالون والحجم ليس حجماً ثابتاً بل متغيراً فهذه هي الطريقة الأكثر دقة للتفكير في الأمر وليس الصورة السابقة سأنتقل الآن إلى خطوة أخرى افترضوا أنني رسمت مقطعاً عرضياً هكذا لهذه النقاط الزمنية الثلاث للبطين الأيسر ستبدو المقاطع العرضية للنقاط الثلاث كما ترونه في الرسم سأرسم هذه المقاطع على المنحنة ليوضح كيفية تعبئة البطين الأيسر حتى تتمكنوا من فهمها وقد رسمت المقاطع في مراحل زمنية مختلفة تدل على الحجم في كل مرحلة ما ستلاحظونه أنه في أسفل هذا المنحنة يوجد حجم صغير لكن ملء ذلك يحتاج إلى قليل من الدم فعندما يكون الحجم صفراً أي عندما يكون الدم الموجود صفراً سيكون البطين الأيسر فارغاً ثم تضيفون إليه قليلاً من الدم حيث يمتلئ إلى النصف ثم تستمرون في ذلك حتى يمتلئ تماماً أي أنكم في الأساس تسيرون في هذا الاتجاه مع المنحنة لكن إلى أن يمتلئ البطين بالكامل هذه هي النقطة الهامة إلى أن يمتلئ البطين تماماً لا يوجد هناك أي زيادة في الضغط لذا عندما يرسمت علاقة الحجم والضغط عند نهاية الإنقباض بذلك اللون الأصفر في الصابق رسمته بالطريقة التي تشاهدونها الآن لكنني أقول لكم الآن أنه يبدو في الحقيقة مختلفاً قليلاً لا سيما في الجزء السفلي للمنحنة سأمحو هذا وأرسمه بالطريقة الصحيحة فليس هناك زيادة في الضغط بالفعل ثم بمجرد أن يمتلئ البطين تماماً تبدأون الآن برؤية الزيادة في الضغط الطريقة التي تظهر بها تلك الزيادة في الضغط يشير إلى أن الحجم يزداد لذا فإن أي ضغط طفيف سيضغط البطين الأيسر نحو الخارج وستلاحظون ذلك فعلياً لأنه يتضخم الآن لا يتغير حجم البطين الأيسر في البداية لكن عندما يتصاعد الضغط في نهاية المطاف يبدأ حجم البطين في التغير يمكنكم أن تفهموا لماذا أقول إن هذا الخط الأصفر الأول غير صحيح لقد رسمت علاقة الضغط والحجم عند نهاية الإنقباض لكنني أريد الآن أن أضيف إليها علاقة الضغط والحجم عند نهاية الإنبساط تعرفون أنها تبدو هكذا هذا هو منحنى علاقة الحجم والضغط عند نهاية الإنبساط ورمزه EDPVR لو سألتكم الآن كيف يبدو المقطع العرضي؟ دعوني أختار نقطتين دعوني أولاً أحدد الحجم للنقطتين في المنحنى السابق سأحدد هذين النقطتين على المنحنى الآخر الآن سأرسم مقطع البطين هنا وهنا هكذا سيبدو الحجم عند هذين النقطتين على المنحنيين وعندما تنظرون فعلياً إلى الأحجام ستبدو متطابقة وتتساءلون كيف يحدث ذلك؟ كيف يكون الضغط مرتفعاً جداً في منحنى نهاية الإنقباض؟ ويكون منخفضاً جداً في منحنى نهاية الإنبساط بينما يبدو مظهرهما متطابقاً؟ لفهم ذلك لا بد من تصور ما يحدث على مستوى العضلة إذ تنقبض الخلايا العضلية وتسحب خطي Z في القطع العضلية إلى الداخل ويحدث هذا الإنقباض في كل جزء في هذا المنحنى ولتبسيط الأمر وبدلاً من رسم الكثير من الأسهم عند كل نقطة سأقوم بتوصيل هذه الأسهم معاً ورسمها بهذه الطريقة لتبدو على شكل حبل يتم شده في اتجاهين متعاكسين فبوسعكم الآن أن تتصوروا تأثير مئات العضلات الصغيرة التي تنقبض باتجاهات متعاكسة مما يولد الإنقباض وهذا الأمر ينطبق على جميع مراحل منحنى نهاية الإنقباض حيث تقوم العضلات الصغيرة بالإنقباض في اتجاهات متعاكسة مولدة قوة الإنقباض وهكذا سيبدو البطين المنقبض ونتيجة هذا الشد القوي ينشأ ارتفاع كبير في الضغط داخل البطينين ولا يحدث ذلك حقاً في الجانب الآخر لأنه في منحنى نهاية الإنبساط تكون الخلايا العضلية مرتخية تماماً إنها في حالة ارتخاء وبالتالي فإنها لا تقوم بأي عمليات شد مما يعني عدم وجود أي ارتفاع في الضغط فالضغط منخفض جداً وهذا هو سبب الاختلاف فمع أن الأحجام متساوية إلا أن هناك تبايناً في الضغط والسؤال الأخير هنا ما سبب وجود الدم في البطينين عند نهاية الإنقباض؟ فهذه هي النقطة حيث يخرج الدم كله من البطينين ويدخل إلى الأبهر وبالتالي يجب أن يكون البطين فارغاً للإجابة على هذا يمكنكم رسم حلقة الضغط والحجم سأرسمها باللون البنفسجي افترضوا حدوث انقباض هنا حيث توجد النقطة البنفسجية الكبيرة هنا سيبدأ الانقباض وسأتجه إلى أعلى من هنا بهذه الطريقة افترضوا أن الدم يضخ الآن للخارج ويمر المنحنة هكذا سأرسم شكلاً أخيراً يمثل الحجم في هذه النقطة لأنكم تعرفون أن الحجم لا يتغير هناك عند هذه النقطة يبدأ ضخ الدم وسأكتبه هنا يحدث ضخ الدم على مدى هذا الجزء الذي حددته يحدث ضخ الدم للخارج بين الخطين باللون الأبيض هنا في الجزء العمودي سأرسم صورة يكون فيها البطين ممتلئ تماماً ولو كان البطين كبيراً لهذه الدرجة فما الذي يحدث عند ضخ الدم؟ سأوضح لكم كيف يبدو الأمر عندما يبدأ ضخ الدم عند هذه النقطة ستذهب كمية من الدم وستبقى كمية من الدم تظل الكمية المتبقية باللون الأحمر والكمية التي خرجت ستصبح باللون الأسود هذا الشكل المتبقي الذي يشبه الكعك إنه في الواقع حجم النبضة لديكم كمية كبيرة من الدم تدخل إلى الشريان الأبهر ولديكم كمية متبقية تستطيعون الآن أن تروا أن كمية كبيرة من الدم تكون موجودة عندما يبدأ الانقباض ثم يخرج الكثير من الدم والدم الذي خرج يمثل حجم النبضة ويظل قليل من الدم هنا في النهاية تلك هي نهاية الانقباض لذا عند نهاية الانقباض يتبقى بعض الدم لكنه ليس بنفس القدر الموجود عند بداية الانقباض وبهذا ينتهي الدرس ترجمة نانسي قنقر